طيب النهاردة كمان وإحنا لسه في بلاط المحاكم أو في ساحات المحاكم النهاردة محكمة جنايات الجزئزيق وأنا الخبر ده الحقيقة أقسم برب العزة أقسم برب العزة بقوله وأنا يعني الغضب والحنق والكل حاجة بتتملكني لأن ده أنا عايز أكسر الستوديو يعني محكمة جنايات الجيزة أحالت اليوم أوراق المتهم عادل حبارة إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي وحدات جلسة 6 ديسمبر القادم للحكم بإعدامه على خلفية اتهامه بقتل مخبر تابع لوحدة مباحث أبو كبير أمام محكمة جنايات الجزئزي صورته قدامك هو بسم الله ما شاء الله الأخ عادل حبارة يعني أنا حتقولوني ليه بقى حتنجن إنه عايز تكسر الستوديو ما هو المحكمة حكمت بحالة أوراقه لفضيلة المفتي لستطلع الرأيه خلاص بقى شيل صورته من حلوته يعني أنا الوحدي أنا الوحدي قريت الخبر ده قريت حكم بإعدام عبارة وتحويل أوراقه لفضيلة المفتي حوالي 42 مرة أنا خايف أنا اللي موت قبل ما عبارة يتعدم يعني أنا خايف أنا لا تعدم ولا أنا اللي موت ويطلع السر الإلهي قبل ما عبارة اللي قتل جنودنا وكسر قلبنا ولسه أهالد الشهداء بتوع 25 جندي في سينة اللي باتوا لسه قلبهم بينزف دم والأخ عبارة حي يرزق قاعد بياكل شارب واكل في السجون على حسابنا خات كام حكم أنا مش عارف مش عايزين تعدموا ليه ده الراجل مش بس معترف ده لما حاول يهرب من كام شهر قال لو كنت عرفت أهرب كنت قتلت جنود مصرين تاني أنا مش عارف الحقيقة أقصب رب العزة معارف يعني إيه الحكمة من إحنا عمين نهنن القاتل والإرهابيين كده